على الصعيد ذاتها أكد مراسل قناة الفلوجة وفات نحو عشرين معتقلا من أهالي الفلوجة والمناطق المحيطة بها نتيجة تدهور حالتهم الصحية وأوضح مراسلنا نقلا عن مصادر في عامرية الفلوجة أن المعتقلين توفوا في مركز التدقيق الأمني في منشأة الشهيد قرب عامرية الفلوجة بعد تدهور حالتهم الصحية جراء قلة الماء والغذاء وظروف الاعتقال السيئة اشتباكات عنيفة ومواجهات ضارية بين مقاتلي عشائر عامرية الفلوجة وعناصر داعش في القرى الواقعة بين سدة الفلوجة ومركز ناحية العامرية مصدر عشائري أكد أن الصفحة الأولى من العملية العسكرية في منطقة لحصي طوية بعد استعادة قرية العجربية موضحا أن عددا قليلا من العوائل المحاصرة متواجدة في هذه المنطقة المصدر نفسه أشار إلى أن استعادة هذه القرى سيعطي زخما للقوات الأمنية في استكمال تطهير المناطق والأحياء السكنية في الفلوجة القريبة من نهر الفرات قيادة العمليات المشتركة أعلنت عن استعادة حي الشرطة شمالي الفلوجة في وقت ما تزال المواجهات المسلحة مستمرة في أحياء الجولان وسبع نيسان والنزيزة وحي الوحدة العمليات المشتركة ذكرت أن القوات الأمنية مسنودة بشرطة الأنبار تمكنت من إخلاء بعض العوائل في عدد من الأحياء السكنية وبرزها شارع الثرثار والمنطقة المجاورة لجامع الحضرة المحمدية في وسط الفلوجة القيادة أوضحت أن أعلان استعادة الفلوجة بالكامل لن يستغرق وقتا طويلا في ظل استمرار تقدم القوات الأمنية وجهاز مكافحات الإرهاب باتجاه المناطق التي ما يزال يتحصن بها تنظيم داعش لافتة إلى أن عودة النازحين ستبدأ بعد إزالة مخلفات العمليات العسكرية والألغام والعبوات الناسفة من الشوارع والمنازل لقناة الفلوجة سلام خالد